عايزين نفهم علاقتنا ايه باللي حوالينا الشركة موجودة في environment في حاجات براها فلو دي الشركة ودول الاربع ادارات ده كده ايه internal ده داخل الشركة فيه extern اللي هو الخارج خارج الشركة متقسم حتتين الحاجات اللي هي قريبة قوي من الشركة بيسموها البيئة المباشرة او المايكرو environment المايكرو environment اللي فيها ايه العملة العملة دول برا الشركة او اللي جوة برا بس مهمين جدا المؤردين والمنافسين والموزعين افتكرها كده ايه اتنين بيشتروا مننا العملة والموزعين وناس احنا بنشتري منهم المؤردين وناس زي حالتنا عايزين يسبقونا المنافسين لكن في حاجة اسمها مكرو environment اللي هي البيئة الكلية ودي اسمها المباشرة المكرو environment انا عايزك تفتكرها بكلمة best in d كل حرف منهم حاجة هما ستة حاجات ال p political political يعني الظروف السياسية ال e economic ال s social t technology ال n اللي هي natural هنترجمهم كلهم ال d اللي هي demographic اللي هي ايه اللي هم ايه بقى الظروف السياسية طبعا هنتكلم عليها من وجهة نظر ايه بتأثر ازاي على البيزنس مش سياسة بس لها تأثير على البيزنس الاقتصاد بيأثر على البيزنس البيئة الاجتماعية والثقافة المجتمع والعداد بتاعت المجتمع بتأثر على البيزنس التكنولوجيا مش محتاجة ترجعنا ال natural اللي هي البيئة الطبيعية درجات الحرارة والامطار والمناجم والموارد الطبيعية عندنا صحاري عندنا زراعة عندنا شواطئ عندنا بترول عندنا دهب والبيئة السكانية اللي هي ايه demographic طيب احنا كده عرفنا ان برا الشركة في ميكرو ومكرو في ميكرو فيها اربع حاجات والمكرو فيه ست حاجات دول هندرسهم على فكرة بالتفصيل هنبدأ الاول بالمكرو بعد كده هندخل على المكرو بس هنا لازم نفهم الاول ليه التقسيم هدي ايه سبب ان احنا اسمناهم ميكرو ومكرو ليه ما جناش قلنا والله ادي الشركة وبره الشركة فيه عشر حاجات ونقوم حطونهم مع بعض بدل ما نقعد نروش نفسنا ونقوم حطونها خط كده فيه اكيد فرق ما بين المكرو والمكرو هو ده اللي انا عايز بقى يحد فيه كده يقول لي ايه الفرق ممكن المكرو ان انا بأسر فيها وبتأسر بيها لكن المكرو انا بتأسر بيها بس مقدرش اأسر فيها ان المكرو بتأسر فينا بس احنا نقدر نأسر فيها يعني عملنا عرض جذبنا العمله شركة جديدة جمال عمله ايه يضغطوا علينا يقول لك لا احنا مش هنشتري اصاركو غالية اه طب خلاص هنشتري المنافسين عايزين يسبقونا ما احنا نقدر نسبقهم لو شدنا حلنا لكن الفرق الكبير ايه ان المكرو دي بتأسر فينا وما نقدرش نأسر فيها خالص وعلى فكرة التأسير في ساعات بيبقى قوي جدا اقوى حتى من تأسير البيئة المباشرة يعني مثلا انا بستورد مادة خام المادة الخام دي بجيبها بالدولار والدولار سعره زاد الزيادة الرهيبة دي انا اتأسرت ولا متأسرش اتأسرت جدا بس انا ايه اللي عمله عشان انزل الدولار مقدرش عامل اي حاجة فانا هنا ايه الحاجات دي تأسيرها بييجي في اتجاه واحد جاي بيأسر فيها انا مقدرش أسر فيها طب امال هندرسها ليه ده انا هندرسها كويس جدا علشان نقدر نتعامل معها هو احنا مش هنأثر فيها بس يا ترى نعمل ايه لما يحصل متغير زي مثلا التضخم زي الدولار زي سعر الفايدة لازم هنفهم لازم نفهم الحاجات دي عشان نقدر نشوف هنعمل ايه هنا اللي بنعمله هو مش تأسير بيسموها ايه مانوفرينج مانوفرينج يعني ايه مانوفرينج ده منور هو تعبير عسكري يجي يقولك والله ايه طيار كده طاير لو انت تضرب عليك صاروخة مانوفر والضرب خلاص مش هتعرف توقفهم حاول ما يجيش فيك فاحنا بنناور مش كل الحاجات اللي برا سيئة ومش كل التأثيرات سيئة لان ممكن انت برا تبص تلاقي ايه تأثير حصل يشكل فرصة احنا كنا بنصنع مثلا ملابس وجمأة مقافلين استراد الملابس اه ده حاجة جميلة كويس يبقى جات لنا حاجة من برا كده هو شكلت فرصة اللي كانوا بينفسونا بالاستيراد هما اللي ايه هما هيعملوا بقى مانوفرنج احنا بقى لازم نستغل الفرصة دي كويس جدا لان ممكن الظروف تتغير بعد شوية فاحنا هندرس البيئة الداخلية زي ما درسنا الداخلية هندرس المايكرو هندرس الماكرو علشان نشوف ازاي نتعامل مع الاثنين هنا هنقدر نؤثر هنقدر نعمل حاجات مع البيئة زي ما هي بتعمل معانا لكن هنا هنقدر نناور او نستفيد من الفرص نناور حتى دي اسمها تهديدات او فرص وازاي نستفيد من الفرص فهو ده اللي هنعمله الكم محاضرة اللي جايين هنحلل العملة ونشوف هم ايه وانواحهم ايه وليه بيشتروا بيشتروا ازاي وما ومراحل اخذ القرار وبعدين هنبدأ نحلل نشوف الموزعين كلام ده هنقوله بقى في التوزيع في اخر في البيئة التالتة ونحن قولنا برودكت برايس بلايس اللي هو التوزيع وبعدين هنتكلم على الموردين ونشوف الموردين ايه علاقتهم بنا وازاي بيخليهم تأثير وهنتكلم على المنافسين طبعا دول بقى معانا ايه اصدقائنا الاعداء طول الكورس ازاي نقدر ايه نسبقهم الترتيب هيبقى الايه الماكرو الاول هنتكلم عن الاقتصاد بالتفاصيل بتاعته والستة حاجات يعني مش كل تفاصيل الاقتصاد احنا مش هيبقى كورس اقتصادي بس هياخد مننا وقت محترم عشان نفهم المتغيرات الاقتصادية دي هي ايه وبتأثر علينا في ايه ده هيبقى مهم خصوصا مع التقلبات الاقتصادية اللي بيمر بيها المنطقة والبلد دي اشتركوا في القناة 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 شكرا